مرحبا وتحياتي لجميع نصل من ضمن هذه السلسلة إلى مقال البروفيسور فرانسوا مورو وفرانسوا مورو هو أستاذ الفلسفة في جامعة ليون الفرنسية فيتحدث في مقال مطول طبعا عن أبعاد فلسفة كونت النقدية أيضا يتحدث عن دراسته للعقل المحض أيضا يتحدث عن مقاربته للدين في حدود العقل فنقطبس من المقالة الفقرة التالية طرح إيمانويل كونت في خضم الصراع الفكري الذي كان محتدما بين يمين متطرف ديني أصولي كان يكره العقل والعقلانية وبين يسار أيضا متطرف كان يكره كل ما له علاقة بالدين فطرح كونت هنا حلا ثالثا يتجاوز فيه هذه الإشكالية المستعصية وأجاب فيه على سؤال هل أنت مع العقل أم مع الدين فقال أن للعقل مجاله الخاص وللدين مجال آخر مختلف وبالتالي لا ينبغي الخلط بينهما فالعقل لديه الحق الكامل في أن يصول ويجول في كل ما يتعلق بالمعرفة الدنيوية التجربية ولكن هذا العقل لا يملك الحق في أن يتجاوزها إلى ما ورائها فما ورائها هو من اختصاص الدين فما ورائها هو من اختصاص الدين فالعقل مثلا لا يستطيع البرهنة على وجود عالم آخر بعد الموت بينما الدين يؤكد على وجوده لبل يدعو للإيمان بوجوده ولذلك قال إيمانويل كانت تلك العبارة الشهيرة لقد أوقفت العقل عند حده لكي يفسح في المجال للإيمان طبعا يشير هنا الأستاذ مروه إلى عدة نقاط أساسية أدت نقاط جوهرية في متن فلسفة إيمانويل كانت تحديدا كما رأينا حول مسألة الفصل الذي أوجده كانت بين الدين والعقل طبعا على إثر تلك الدراسة النقدية المؤمقة والغير مسبوقة أبدا والتي قام بها كانت لفحص أداة المعرفة وأداة المعرفة هي العقل طبعا هذه الدراسة كما هو معروفة التي قدمها في كتابه المركزي نقد العقل المحض وطبعا وضع كانت في الكتاب يعني المبادئ أو أركان أو أوضح في الكتاب أركان وأسس فلسفته المثالية المتعالية فلسفة كانت التي تعرف بالمثالية المتعالية مثالية متعالية لأنها تعنى بوضع المبادئ الأولية العقلية التي بها تصبح المعرفة ممكنة طبعا المعرفة ممكنة بالعالم المحسوس يعني بعالم الظواهر تحديدا هذا هو معنى الفلسفة المثالية المتعالية وطبعا في الكتاب يبدأ إيمان والكانت بتلك العبارة الشهيرة جدا عندما كتب قائلا بأن كل المعرفة البشرية صحيح تبدأ من التجربة لكنها لا تنشأ عنها وحدها المعرفة البشرية تبدأ من التجربة صحيح لكن لا تنشأ عنها وحدها لا هناك أحكام هناك شروط موجودة في داخل العقل بحكم تركيبته هي التي تجعل من المعرفة ممكنة هذه الشروط الموجودة في داخل العقل بحكم طبيعته هي التي تجعل من مسألة الوصول إلى المعرفة مسألة ممكنة مسألة في المتناول وطبعا المقصود هنا بشروط المعرفة المقصود هو المقولات العقلية المقولات العقلية هناك مقولات عقلية موجودة في داخل العقل بحكم تركيبته بحكم طبيعته وهذه المقولات العقلية هي فطرية قبلية يعني سابقة على كل تجربة سابقة على أي تجربة موجودة في العقل بحكم تركيبته هذه شروط المعرفة التي بها تصبح المعرفة ممكنة ولو أنا غير موجودة في العقل لم توصلنا إلى معرفة بأي شيء يعني مثلا الإحساسات طيب تأتي من الخارج عن طريق الحواس طيب هذه الإحساسات كما يخبرنا إيمانوال قاند لن يكون لها أي معنى من دون أن يطبق عليها العقل مقولاته القبلية من دون أن تمر بالقوالب القبلية لتعالج يعني كمثل قوالب المكان والزمان والسببية وغيرها من مقولات عقلية يعني كمثل الكيف الكام الجوهر مثلا العرض إلى آخره وبالتالي هذه المقولات القبلية هذه القوالب القبلية هي شروط المعرفة وعنها تنشأ المعرفة طيب لنوضح الأمر أكثر من خلال عرض موجز عرض سريع لكن يعني مبسط قدر الإمكان طيب لنقول بأن هناك شيء خارجي طبعا عندما نقول شيء خارجي يعني خارج العقل شيء موجود في العالم المادي شيء موجود في العالم المحصوص هذا هو معنى شيء خارجي فلنفترض بأن هناك شيء خارجي وهذا الشيء الخارجي بطبيعة الحال يؤثر على الحواس فندرك عنه مجموعة من الإحساسات المختلفة كمثل اللون كمثل الطعم كمثل الرائحة الملمس إلى آخره فإذن نحن هنا ندرك أثر هذا الشيء في حواسنا ندرك أثر هذا الشيء في حواسنا من خلال حواسنا وتحديدا ندرك ما هو ظاهر من الشيء أمام الحواس هذا عمر طبيعي جدا كل الإحساسات التي ندركها عن الشيء في الواقع تعود للظاهر من الشيء للظاهر من الأشياء كمثل اللون الرائحة الملمس الطعم إلى آخره فالحواس تدرك ما هو ظاهر من الشيء أما الشيء في جوهره يعني في مهياته الأصلية في حقيقته الداخلية ما هو من الداخل ما هو في جوهره ما هو في حقيقته الذاتية الداخلية طبعا هذا أمر خارج نطاق إدراك الحواس الحواس تدرك فقط الظاهر من الأشياء في حين أن جوهر الشيء الداخلي لا يقع خارج نطاق إدراك الحواس طيب انتقلت الآن هذه المجموعة من الإحساسات عن الشيء اللون الطعم الرائحة الملمس إلى آخره انتقلت من خلال الحواس إلى داخل العقل طيب إلى الآن ما تزال تعني أي شيء يعني لا يمكن أن نعرف من خلالها أي شيء ما زالت مجموعة من الإحساسات المباثرة فهنا يتدخل العقل هنا يتدخل العقل فيعيد معالجة هذه الإحساسات ضمن قوالبه القبلية بمعنى هذه الإحساسات التي أتت من الخارج دخلت إلى العقل وبعد ذلك ستمر بالقوالب العقلية يعني مثلا ستمر بقالب الزمان فندرك أننا تلقيناها في زمن واحد أو بتتابع زمن ما وتمر بقالب المكان فندرك بأنها موجودة أو متموضعة في مكان واحد على شيء واحد في الخارج وتمر بقالب السببية فطبعا يربط بينها برباط سببي يعني يطبق عليها مفهوم السببية وهكذا وبعد أن تعالج هذه الإحساسات بعد أن تمر في القوالب العقلية القبلية بعد أن تعالج من خلال مقولات العقل هنا تتم عملية المعرفة بالشيء هنا تتم عملية المعرفة فنصل إلى أن هذا الشيء الذي تنتمي له كل هذه الإحساسات أو هذه الرزمة من الإحساسات هو طفاحة مثلا أو شجرة أو أي شيء آخر فهكذا تنشأ المعرفة بداية من الحواس وانتهاء بالعقل هذه شروط المعرفة هذه شروط المعرفة يعني لو لم تكن هذه المقولات موجودة في داخل العقل طيب لم أعرفنا أي شيء لم أعرفنا أي شيء تخيلوا العقل من دون قالب المكان من دون قالب الزمان من دون قالب السببية في الواقع ما كنا لنعرف أي شيء طبعا لأن دائما هناك هناك أعداد هائلة من الإدراكات الحسية التي تأتينا من العالم من الأشياء عبر مدخلات التجربة يعني عبر الحواس دائما هناك مئات وألاف الإدراكات على مدار اللحظة تأتي من الخارج وتدخل إلى العقل طيب لو تركت تركت هذه الإحساسات على حالها كما هي كما أتت من الخارج لبقيت مبعثرة مشتتة وما كنا لنعرف أي شيء ما كنا لنفهم إلى ماذا تشير أو ماذا تريد أن تخبرنا فإذن العقل النظري مؤسس ومركب ومهيأ فقط للتعامل طبعا من خلال مقولاته القبلية يعني هذا هو شرط المعرفة وهذا هو معنى عبارة كونت بأن صحيح كل المعرفة تبدأ من التجربة من خلال الإدراكات الحسية القادمة من التجربة من الخارج لكنها لا تنشأ عنها وإنما تنشأ عن هذه القوالب العقلية القبلية ومن هنا طبعا اعتبر إيمانوال كونت وهذا هو واقع الحال بأن العقل مهيأ فقط للتعامل مع الظاهر من الأشياء هذه القوالب العقلية لا تستطيع أن تتعامل إلا مع الظاهر من الأشياء العقل لا يستطيع أن يتعامل إلا مع ما هو ظاهر من الأشياء طبعا لأن الحواس تنقل لنا فقط الإحساسات الظاهرة تنقل لنا الإحساسات التي تقع في مرمى الحواس أما الشيء في ذاته في جوهره في داخله طبعا هو خارج نطاق عمل الحواس وبالتالي خارج نطاق عمل المقولات العقلية بمعنى أنه يصبح خارج حدود المعرفة العقلية لا يمكن الوصول به إلى أي معرفة أو لا يمكن الوصول بشأنه إلى أي معرفة لأنه لا يمكن تطبيق المقولات العقلية عليه وبالتالي هكذا لنقول يعني حدد كونت حدود معرفة العقل النظري وما يمكن معرفته بهذا العقل وما لا يمكن معرفته بالعقل وطبعا انطلاقا من هنا وكما هو معروف سيقسم إمانويل كونت العالم إلى قسمين يعني قسم قابل للمعرفة وقسم غير قابل للمعرفة فقال بأن هناك عالم الظواهر وهو عالم الفينومين ما يظهر من الأشياء للحواس هو العالم الذي يمكن أن تتعامل معه المقولات العقلية وطبعا في مقابله هناك عالم الأشياء في ذاتها وهو عالم النومين عالم الفينومين يعني عالم الظواهر يعني عالم المحسوسات العالم المدرك العالم المرئي العالم الذي يقع تحت مرمى الحواس هذا هو عالم الفينومين فيما عالم النومين هو عالم الأشياء في ذاتها يعني بكل بساطة العالم الغير مدرك حسيا العالم الغير مدرك من الحواس وبالتالي هو عالم مستقل عن إدراك الحواس وبالتالي هو عالم أيضا مستقل عن العقل وإدراكه ومستقل عن عمل المقولات والقوالب العقلية القبلية وبالتالي انتهى إيمان ويلكونت إلى أن كل المعرفة البشرية كل المعرفة البشرية الممكنة محصورة في نطاق عالم الفينومين محصورة في نطاق عالم الظواهر لا يمكن للإنسان لا يمكن للعقل البشري أن يصل إلى أي معرفة تنتمي إلى خارج عالم الظواهر لا المعرفة الإنسانية الممكنة موجودة فقط في هذا العالم الحسي في هذا العالم المادي في العالم التجريبي في عالم الظواهر في عالم الفينومين وإن أردتم هذا صحيح 100% تشخيص إيمان ويلكونت يعني صحيح 100% يعني في الواقع عقلنا البشري أو هذا العقل البشري يعني لا يتعاطى إلا مع الظاهر من الشيء جميعنا ندرك الظاهر من الشيء نتعامل مع الظاهر من الأشياء أما باطن الشيء فهو لا يقع تحت مرمى الحواسر وبالتالي لا يمكن تطبيق المقولات العقلية عليها يعني في الأصل لم يصلنا عنه أي شيء وبالتالي هو لا يخضع لشروط المعرفة هذه نقطة أساسية لماذا لا نستطيع أن نصل إلى أي معرفة بشأن عالم الأشياء في ذاتها عالم النومين أو بشأن أي قضية ما ورائية أو غيبية ما طبعا لأن كل هذه القضايا لا تخضع لشروط المعرفة كل هذه القضايا لا تخضع لشروط المكان والزمان وكل ما هو خارج المكان والزمان هو خارج قدرة العقل البشري ولا شغلة للعقل به لا من قريب ولا من بعيد أبدا فهذا العقل النظري هذا العقل المحض كما قلت مرارا وتكرارا ولا بأس بالتكرار لترسيخ الفكرة هذا العقل قادر فقط على الوصول إلى معرفة بشأن عالم الظواهر يعني عالم التجربة عالم المكان والزمان العالم المادي العالم الحسي وفي غير مقدوره يعني لا يستطيع أبدا أبدا لا يستطيع أن يتجاوز هذا العالم لإدراك ما يقع في العالم اللا مكاني ولا زماني مثلا وطبعا كل ما ليس في مكان أو زمان بالنسبة للعقل لا يمكن التعامل معه فضلا عن الوصول إلى أي معرفة بشأنه وبالتالي يخبرنا إمانوال كونت بأنه متى ما تجاوز العقل هذا الحد متى ما تجاوز العقل حدوده المعرفية متى ما تجاوز هذا الجدار الفاصل بين العالمين بين عالم النومين الذي لا يمكن الوصول إلى أي معرفة بشأنه وبين عالم الفنومين عالم المعرفة الممكنة فمتى ما تعد هذا العقل حدوده المعرفية وأراد أن يتجاوز هذا الجدار الفاصل فسيقع في التناقض لا محالة سيقع في التناقض الفاضح ولن يستطيع أن يصل إلى أي شيء غير التناقض يعني سنكون أمام قضايا متناقضة وطبعا لكي يثبت إمانوال كونت هذه النتيجة قدم في كتابه ما أسماها بتناقضات العقل الأربعة وهي عبارة عن أربع قضايا طبعا تنتمي للعالم المورائي ولنقول بأن كونت تعهد بأن يقدم على كل واحدة منها برهنين عقليين مقبولين طبعا يثبت أن لا قدرة للعقل على الوصول فيها إلى أي معرفة حاسمة لأنها تنتمي إلى خارج عالم الفينومين وبالتالي عندما يحاول العقل أن يخوض فيها فسيقع في التناقض من حيث مثلا إثباته أو نفيه لقضية واحدة في نفس الوقت لأنه يتعامل مع قضايا هي خارج نطاق عمله خارج حدود صلاحياته وبالتالي قدم كونت أربع قضايا سماها متناقضات العقل يعني مثلا طيب العقل قادر على إثبات وجود علة أولى للكون وأيضا في نفس الوقت قادر على أن يتصور عدم وجودها يعني إن قلت أن لهذا العالم علة أولى طيب سيسأل العقل دائما وما علت هذه العلة عندما تقول بأن هناك سبب أول للعالم طيب العقل سيسأل وطيب من سبب هذا السبب من علت هذه العلة فالعقل لن يقبل علة لا علة لها لن يقبل سبب لا سبب له على قاعدة أن لكل شيء سبب وفي نفس الوقت أيضا هذا العقل لن يقبل بأن تستمر سلسلة العلل إلى ما لا نهاية إلى الوراء يعني كمثل أيضا أن العقل طيب قد يتصور بأن لهذا العالم بداية في الزمان لكن أيضا قادر على تصور العكس لأن العقل دائما سيسأل وماذا كان هناك قبل ذلك ماذا كان يوجد قبل هذا العالم لاحظوا العقل قادر على أن يتصور أن هذا العالم بدأ من نقطة معينة له بداية في الزمان لكن نفس العقل أيضا سيسأل دائما طيب ماذا كان يوجد قبل هذا العالم مثلا العقل إن كان قادرا على تصور حد للعالم في المكان يعني أن العالم محدود مكانيا طيب في نفس الوقت أيضا قادر على تصور عدم وجود حدود للعالم يعني العقل سيظل يسأل أن هذا العالم المحدود طيب ماذا يوجد وراء هذا الحد ما هو الشيء الموجود وراء هذا الحد وهكذا وهكذا هذا العقل البشري وهذه المعرفة البشرية مرتبطة حصرا بالعالم المادي بعالم التجربة بعالم الظواهر بعالم الفينومين ولا قدرة للعقل على تجاوز هذا العالم إلى عالم الأشياء في ذاتها إلى أي عالم مفارق ومتى ما تم هذا الأمر كما رأينا فسيصل العقل إلى نتائج متناقضة وبهذه الطريقة لنقل أشاد إيمانويل كونت يعني جدار فصل عنصري إن أردتم جدار عازل جدار منيع جدار فصل فصل بمجبه ما بين عالم الظواهر والتجربة وبين العالم الميتافيزيق النوميني وبالتالي في عالم الأشياء في ذاتها والعالم الماورائي محال من جهة العقل ولا يجوز للعقل أن يخوض به لا إثباتا ولا نفيا وكما قلت فأي محاولة وأي محاولة لإقحام العقل في قضايا تنتمي لهذا العالم الماورائي ستنتهي إلى التناقض ستنتهي بالعقل إلى التناقض يعني لماذا يصل العقل إلى التناقض لأنه لا يستطيع أن يطبق مقولة المكان على ما هو خارج المكان لن يستطيع أن يطبق مقولة الزمان على ما هو خارج الزمان كيف لهذا العقل أن يطبق مفهوم السببية على أشياء لا ينطبق عليها مفهوم السببية ولذلك يقع العقل في التناقض بمعنى أنه قد يثبت الشيء ونقيده في نفس الوقت قد يثبت الشيء وينفيه في نفس الوقت طبعا لأنه تجاوز حدود المعرفة ولذلك فمن المستحيل من المستحيل مثلا إثبات وجود الله بالعقل لا أبدا مستحيل غير ممكن لا يمكن أن يدعي أحد بأن مسألة وجود الله ممكن أن تثبت من خلال العقل البشري لأن العقل هنا عاجز تماما لأن هذه القضية تنتمي إلى العالم النوميني إلى العالم المورائي وهو عالم يقع خارج نطاق ومجال عمل العقل ولا يخطع لشروط المعرفة العقلية المتمثلة في قوالب العقل القبلية وبالتالي ولكي نختصر فبهذه الطريقة هدم كونت وبضربة قاصمة كل العالم الميتا فيزيقي حوله إلى أشلاء متناثرة إلى قطع متشضية متبعثرة وبهذه الطريقة أيضا أزاح إمان والقان جانبا كل القضايا التي تنتمي إلى عالم الأشياء في ذاتها وإلى العالم الميتافيزيقي لأن أي بحث فيها سينتهي إلى تناقضات وإلى مفارقات لا يمكن للعقل المحد أن يبد بها أبدا لا يمكن أن يبد فيها لكن هل هذا يعني بأن إمان والقانت أنكر العقائد الدينية الغيبية كمسألة وجود الله والروح والآخرة مثلا إلى آخره لا في الواقع كونت لم يرفض وبالمقابل لم يتبنى لم يرفض ولم يتبنى وإنما كل ما قاله هو أن هذه القضايا لا علاقة للعقل بها ومن الخطأ محاولة التثبت منها عن طريق العقل المحض أو العقل النظري عن طريق التفكير المجرد لا هي قضايا إيمانية تريد أن تؤمن بها أنت حر لكن لا تدعي بأنها يعني مسائل ممكن أن أن يبرهن عنها عقليا أو منطقيا أو أنها من الضرورات العقلية كمثل القول بأن الإيمان بالله هو من الضروريات العقلية وأن العقل يؤيد هذا الإيمان وما شابه ذلك لا بحسب كونت لا علاقة للعقل بها لا من قريب ولا من بعيد وإنما هي مسائل إيمانية لكن من المهمة القول أيضا بأن إيمان والكونت وبعد يعني كما يقال أن طرد الله في كتاب نقل العقل المحض من الباب أدخل الله عدى وأدخل الله في كتاب نقل العقل العملي من الشباك عندما أفسح مجالا للإيمان هذا الإيمان ليس أو هذا الإيمان لا يرتكز على العقل لا من خلال العقل لا يمكن أن تثبت هذه المسائل المورائية لا وإنما عاد وأفسح مجالا للإيمان ارتكازا على الشعور الأخلاقي عند الإنسان يعني كمثل أن عدم وجود عدالة في الدنيا طيب هذا الأمر قد يدفعنا للإيمان بوجودها في عالم آخر إلى آخره وطبعا لي كانت أيضا كتاب مهم جدا بعنوان الدين في حدود مجرد العقل الدين في حدود مجرد العقل وفيه أخضع الدين والإيمان المسيحي تحديدا والتاريخ الديني واللهوت المسيحي يعني أخضعه بشكل كامل للعقل ومبادئه وممكن أن نتحدث عنه مستقبلا يعني في حلقة خاصة فإلى هنا يعني تنتهي هذه السلسلة التي استعرضنا من خلالها مجموعة من المقالات التي صدرت في ذلك العدد الخاص لمجلة لبواء الفرنسية ويعني أحببت أن أقدم من خلالها أيضا بعض الشروحات الموجزة والمبسطة لبعض من أهم أفكار هذا العملاق الكبير الألماني إيمانويل قانت وشكرا ورددكم ترجمة نانسي قنقر